فتمندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إلى أن المملكة تدعم وتثمن المشروع الكيندي أمام الأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان ومنها التعذيب والاختفاء القسري طار المقدم إلى أمامكم وذلك نظراً لما يلي أولاً أوضح القرار ضروباً عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان تجاه الشعوب الإيرانية جميعها بما في ذلك ما ورد في تقرير الأمين العام المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 وتقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية المؤرخ في 14 أغسطس 2017 ومنها ممارسات القتل والتعذيب والاعتقال القسري والطهاد الأقليات وغير ذلك من الممارسات التي أشار إليها القرار وأوضحتها تقارير الأمم المتحدة ذات الصلاة